تعزيز السلطة التشريعية وإحداث التوازن مع السلطة التنفيذية من أبرز النقاط التي وردت في مشروع تعديل دسور تبين المادة 100 من مشروع الدسور الفرق بين منصب الوزير الأول ورئيس الحكومة إذ تنص على يقود الحكومة وزيراً أولا في حال أصفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية ورئيس حكومة في حال أصفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية على أن يتولى الوزير الأول بموجب مدى 105 من الدستور تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية فيما يترك لرئيس الحكومة بموجب المدى 110 إعداد برنامج الأغلبية البرلمانية مشروع التعديل الدستوري جاء بسيرة ذكية هذه المرة في أنه فرق حسب الحالة بين الوزير الأول ورئيس الحكومة الآن رئيس الجمهورية غير متحزب ولكن يمكن أن يكون في المستقبل متحزب بالتالي إذا حزع الأغلبية البرلمانية فمن حقه أن يعين وزيرا أولا وهذا الوزير الأول ليس له برنامج وإنما يطبق برنامج رئيس الجمهورية أما في الحالة الأخرى هذه نستعاليها المدى 105 من الدستور وما بعدها إذا كانت الأغلبية البرلمانية من غير أغلبية رئيس الجمهورية فرئيس الجمهورية يعين رئيس حكومة ببرنامجه ببرنامج الأغلبية البرلمانية وليس ببرنامج رئيس الجمهورية ولكن يجب أن يكون هناك تآلف وتوائم وانسجام بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية منصب رئيس الحكومة أو الوزير الأول يحدد طبيعة النظام وفق مراقبين كما يساهم الفصل التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في إحداث التوازن والاستقرار إذا اقتربنا أكثر من موجبات ومطلبات النظام البرلماني وضفنا منصب رئيس الحكومة لكن إذا اقتربنا في المقابل وبكيفية أكثر لنظام الشبه الرئاسي فنكون بصدد وزير الأول أقول بأن الرئيس الحكومة هو تكريس لمبدأ التوازن بين السلطات باركلافك وخاصة على مستوى السلطة التنفيذية نحن الحمد لله لدينا فصل مرن بين السلطات أساس التعاون والتنسيق والتوازن بين السلطات وفي هذا ضمان لاستقرار الاوضاع داخل المجتمع التوازن بين السلطات تعزيز السلطة التشريعية ودور القضاء من بين أهم النقاط التي جاء بها مشروع الدستور الجديد دستور يرى ملاحظون أنه معزز بدعائم من شأنها التأسيس لبناء جزائر جديدة